فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكل خير أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله سيل يسأل هل يجوز نعي الميت في المساجد أقول وبالله تعالى التوفيق إن صور النعي تتعدد وتتنوع بحسب اختلاف عادات البلاد والعباد والنعي هو الإخبار عن موت الميت كي يشهده المصلون فينتفعون وينتفعوا بصلاتهم عليه وقد نعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النعمان بن مقر من على المنبر أعني في المسجد وبالله التوفيق فعلى حسب الوسائل المتاحة وعلى حسب عادات البلاد أما حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إذا أنا ميت فلا تؤذنوا بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي فهذا حديث معلول لأنه من طريق بلال بن يحي العبسي عن حذيفة ولم يسمع من حذيفة وإضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وكذا نعى الثلاثة الذين أمرهم على سرية مؤتة وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم هذا والنعي عن النعي إن ثبت فمحمول على نعي الجاهلية كما كان القائل يقول إذا أنا ميت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيك شيخانا وفيك الله يا حفظ حديث شيخانا لا تمنع ماء الله ما تسجد الله هل ورد فيه الأخضر وليخرجنا تافلات نعم في بعض الطرق وليخرجنا تافلات ولكن في سندها بعض المقال بارك الله فيك السلام عليكم نعم خضر سلام عليكم هل يجوز تأخير الميت عن الدفن يوما لمزيء بعض أقربائه وللإكثار من المصلين عليه نعم إذا كان الميت لن يتأثر ولن يتضرر بدنه فلا بأس بمثل هذا ولا تعارض بين هذا وبين حديث أسرع بالجنازة لأن حديث أسرع بالجنازة فيما يبدو أن النهي عن التباطؤ في حملها أو التباطؤ أثناء حملها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لما قال أسرع بالجنازة قال في إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو غير ذلك فشر تحملونه على رقبكم الله أعلم السلام عليكم الحمد لله وفيك بارك الله نعم وقت الكرام وقت الكراهة وقت الكراهة ماذا عن وقت الكراهة السلام عليكم سلام ورحمة الله نعم عايزيني كلم الشاخ اتفضلي يا أخت السلام عليكم يا حاج وعليكم السلام ورحمة الله بقول لحضرتك أنا عندي بات خمس تدوان ها وبعدا معايا خمس أولاد ها إليان إليان أنا بنيا لهم أنا بنيا لهم يعني بنيا معاهم البيت وبنيا دران وبنيا الأساس وكده وبهم ميت وسابهم لكتاكيت صغيرين المهم لما جوزوا وخلصوا وجوازوا ورجالوا وعرائز كبار في بيوتهم ترادوني من البيت يا حاج مصطفى ترادوني من البيت وقالوا لك فيعلك كده توكل على الله وألفظ بأم أولانك على كل حال هم أولادك أسأل الله أن يصلح بينك وبينهم فكلمي الناس من الطيبين من البلدة يذكروهم بالله يذكروهم بالله وننوه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت السلام عليكم السلام عليكم ألا أنت السماعة تاركي نعم ثلاثة أسألة جذل المرأة أن تأمى النساء شذيتها ثلاثة جذل المرأة أن تأمى زوجها التي كانت حرصا عنها ثلاثة حد تحقق فينا حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وقلت رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما إمامة المرأة للنساء فلا بأس بها وقد وردت آثار عن السلف الصالح بذلك كانت المرأة تأم النساء أمن الولماء من قال تأمهن تقف وسطهن ولا دليل على ذلك من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهل يجوز للمرأة أن تأم زوجها لا يجوز للمرأة أن تأم زوجها وهل تحقق حديث غساء كوثاء الثيل غساء كوثاء الثيل رهو تحقق في بعض البلاد نعوذ بالله من الخزلان السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إزاي خبير بقى كيف؟ الحمد لله تفضلي الحمد لله لو سنفت عن سؤالين تفضلي أول سؤال لو السحر معمول للأم والأب هل دا يضر الأولاد في شيء؟ بالنسبة للمرأة أو الموت أو الحاجة؟ ولا يضر الأم ولا الأب أيضا إلا بإذن الله لأن الله قال لما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فاعوذي نفسك وعوذي زوجك وليعوذ زوجك نفسه ولا تلتفت لمثل هذا وأكثر من الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فدعا ودعا ودعا وإياك أن تذهب إلى دجال من الدجاجلة يفك عنك هذا السحر إياك ثم إياك فلا تخسري دينك وستزول الغمة بإذن الله السلام عليكم أيكم السلام ورحمة الله وبركاته وزاعة حضرتك يا شيخ الحمد لله بعد ذلك حضرتك يا شيخ لو سمحت عندي كذا سؤال لو سمحت أتفضل أول سؤال لو كسرت سلة الرحم بتاعتي على أبي وأمي وأكواتبك أسم على ذلك؟ سلة الرحم على أبيك وأمك وأخواتك وقطعت الآخرين تأذم لأن الرحم كل الأقارب في أعمامك أنت ستقطعهم بادي الطريقة وستقطع أخوالك وعماتك وخلاتك طيب أنا بالنسبة للأخوال والخلات تمام لكن الأعمام والعمات الأعمام بس مش العمات أنا أقدمك خير وهم أتوني طيب اسمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي رحما أصلوا ويقطعون أعطي ويمنعون أحلموا ويجهلون أعفوا عنهم ويسيئون إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك يعني صل وواصل وأنت تعرف الآثار التي فيها صل من قطعك فالآثار كثيرة والأحديث كثيرة في هذا الصدد وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ومعنى ليس الواصل بالمكافئ ليس الواصل الذي إذا ليس الواصل الذي إذا وصله ابن عمه رد الصلة بصلة إنما الواصل حق الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها فواصل للرحم واصل الصلة بارك الله فيكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام زكاة الزروع زكاة الزروع تخرج زروع من نفس الزروع أما إذا كانت لن تصل للفقراء إلا وهي معدمة فتصدق بالقيمة للإضطرار يعني الشخص والثين شيخ فأطلعه يعني إذا لم تستطع مثلا مثلا شخص سابع الزروع أخضر لبهائم تأكله ولن ييبس لن يترك الزروع إلى أن يشتد يشتد ويقوى حينئذن الممكن أن تخرج الزكاة قيمة للإضطرار السلام عليكم عليكم السلام وبركاته نعم حزاكي شكاة أنا إن شاء الله يعني من الزلصات الفجر يعني الحمد أعرف يعني إسم اللي بتركها وكده فبس أنا يعني طول الأسبوع الحمد لله إن شاء الله أبصلي بس أخلي فيه وفوص الأسبوع يا بتعبانة يعني تروح علي ومحشتش يعني رضا طولهم زي أنا وحشت الزم إن أنا كده مقصرة في الصلاة وأنه قبلنا مش هتقبل منه وحش نعمل يعني تلآن تنامين عفوا تنامين عن الفجر في بعض الأيام ولا تصلي ولا تصلي إلا بعد طلوع الشمس آه أيها ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنه فأخذي بالأسباب نامي نامي ومبكرة أضبطي الهواتف أضبطي المنبهات وإذا غلبت بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويستحب بتغيير المكان الذي تنامين فيه أحيانا فلكن إذا تعمدت التأخير والصهر فيما لا فائدة فيه قد تتحملين شيء من الإثم إذا تهرت طول الليل أمام التلفزيونات وفي القيل والقال واللغو واللغط والاغتياب وبعد ذلك كنت قمت العشرة صباحا فأنت متسببة لنفسك السلام عليكم عليكم السلام والحمد لله نعم إذاك عم الشيخ الحمد لله بقول لك بعد إذنه عم الشيخ أستفصى سأل اتفضل يا حبيب أنا ماشي في السوق لقيت 100 جنيه سوق القائرة ولا سوق ماذا لا سوق اسمه علي سوق يعني أنت من قارية صغيرة ولا من مدينة كبيرة لأنه لا تأثير في الفتوى لا قارية صغيرة قارية مدينة كبيرة أظن أن صاحب المد جنيه لأن يبحث عنها لمدة سنة ولنبحث عنها لمدة شهر ولنبحث عنها لمدة أسبوع فمثل هذا المبلغ أعرف وقتا تظن معه أن الباحث سينقطع عن الباحث بعده واستمتع بها السلام عليكم نعم ابتعد عنه إذا كنت مختارا التسويق الشبكي شركة من شركات النصب والاحتيال ابتعد عنها على كل حال تارك الصلاة مجرم قال تعالى كل نفس بما كسفت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قال الله تعالى فويلوا للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير يؤدي الشخص معلئه من النصح يجاه والده ويا أيها الذين أمنوا لعليكم أنفسكم لا يضروكم ما نضل إذا هتديتم السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ مصطف عليكم السلام رحمة الله يبركاته وإياك والسامعين والسامع الماضي تفضل وإياك والسامعين والسامع الماضي أسهد الله أن أحبك الله يا شيخ مصطف أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك الله فيك وأشكر القنازين والتي مثلها التي تستضيف العلماء الذين ينورون لنا الهدى وأحب العقيدة الصحيحة وسق الموزين في شيخ مصف وشكر الله لك وللسامعين والسماعات بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت شيخة بس كنت عايزة أسأل حكم الشغل في مصنع لصناعة أدوات التجميل الذينة بتاعت المرأة حكمه إيه لا بأس إذا لم يكن هناك اختلاط ولم تكن المواد محرمة لكن الذينة تبعى للمتبادجات وغيرهم يعني يا أختي لا نستطيع أن نقول للناس لا تصنعوا أدوات تجميل للنساء الله يقول يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال يا بني أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا وريش ما يتزاين به وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرز لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم في الدنيا خالصة يوم القيامة أي لهم فقط دون غيرهم يوم القيامة السلام عليكم عليكم السلام عليكم أحبك الله الذي أحببتنا له شيخنا نسلكم الدعاء الله يوفقنا وإياكم هل شيخنا صح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد النوم باسمك الله وضعت جنبي أي ثابت باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفاه ونمسكت نفسي فأرحمها وإن أرسلت أفخ فضها بما تحفظ بي عبادك الصالحين ثابت السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام إزاك يا شخ مصطفى الحمد لله تعوذ بالله مشترجين في بيتكم كلب يعوي ينبح عفوا تعوذ بالله إذا سمعتم نباح الكلاب تفضل دماغت يا شخ مصطفى أنا أمراتي غضانة بقى لها خامس تشهر إيه أنا مشترجيني جبالي وشكيني في المحكم قال أنا علي وزر ومشترجيني يوريوني ابني ولا عايز نشوفه علي وزر أنا عايز نشوف ابنيهم ومشترجيني يوريونه تعوذ بالله من الشطى الرجيم وأدخل قوما مصلحين يصلحون بينك وبين زوجتك وهم يقربون بإذن الله المسافات إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما السلام عليكم عليكم السلام أحمد الله وكافظيني يا شيخ مصطفى أحمد الله واشكره يا شيخ قبض التكاثر وكرامة ها قبض التكاثر وكرامة القبض لفظ الكراهة قاعد يتفضل السلام عليكم السلام عليكم أحمد الله وبركاته نعم لو سمحت يا شيخ أنا يا أدازي مش موجود وأعطت لي البقال يعني دفل ولادي على البطاقة يعني بتاع التومين خد مني ميتان جنيه فهل الميتان جنيه دي رشوة يعني الآن قوانين الدولة تقول الذي في الخارج لا يأخذ تموين آه وأنت تصرفت بحيلة أعطيت البقال متين جنيه يصرف ويزور ويجعل لك بطاقة تموين طبعا هي تزويرا ما ستكون ماذا يعني لأن قانون الدولة لا يسمح بإعطاء منهم في الخارج تموينا فبتعد يعني مجدش على الميتان جنيه الله يصطر عليك يعني شوية سكر وشوية عادس خلاص تعفافي عنها أفضل لك وأسلم لدينا شكرا شكرا ينفع أم ولدي في الصلاة رأيني عز عدم المصطلع ويعني زوجي مش موجود ينفع أمهم في الصلاة كم أعمارهم نعم كم أعمرهم آآ آآ يعني الخمس سنين وآآ تمام سنين ماشي ممكن خمس سنين وتماثينين الآن الأمر سهل شكرا شكرا عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم بسلام الله وبركاته 从 آآ شيء عن حديث مقاب استغفى الله والمrichtenاء والمؤنين والمؤنئات والإحلام منهم والأموات وجدت له كل آآ بعده من عدد المسلمين حسن لعيد الحديث يصبح من استغفر للمؤمنين والمؤمنات لا يصح لا يصح من استغفر المؤمنين والمؤمنات كتبت له حسنة بكل مؤمن ومؤمنة لا يصح السلام عليكم عليكم السلامة وبركاته لو سمحت يا شيخ انا حجيت حج تمتعه من قبل كده بكم سنة وتفت توافل افادة وما صلتش الركعتين اللي بعدها ولا عملت السعي بين الصفا والمروة وانا كنت لما كنت محرمة قلت محلي حيث حبستاني وشألتكم قبل كده فقلتني اذهب الى مكة وهم بالسعي فانا بسأل انا سازهب الى مكة بنية السعي فاحرم ولا اسعى من غير محرم لا من غير متحرم من غير متحرم من غير متحرم من غير متحرم انا عملت 3 عمرات قبل كده لا ما انت لم تنوي بها سعي الحج لا ما نوتش اي لا نروح ان شاء الله مكة بسلامة الله وادي السعي الذي عليك وصلاة الركعتين سنة على كل حال ليست بواجبة الكلام على السعي لان الاختلاف هل هو ركن او مواجب فعلى ذلك اذهبي الى مكة باذن الله واأتي بسعي الحج السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل انا كنت حالف على المكانة بتاعت خويا المتسكة يا شيخ وفي الوقت باحها وجاء واحدة غرف تتعليها بالطلاق يعني ماذا قلت حلفت بالطلاق ماذا قلت قلت علي الطلاق بما اركب مكانتك تاني وتريد الرجوع بس بعد ما باحها يعني خلاص باحها انتهت انتهت القصة خلاص باحها ولم تركبها الحمد لله لا كفار ولا شيء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلك يا شيخ الحمد لله اخو بارك يا شيخ بارك الله فيك الحمد لله بارك الله فيك اسأل انا عنده مشكلة وعزورة انتفون حضرتك يا شيخ خذوا من الاخوة في غرفة التحكم ولا بأس السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الحديث ضيب يا شيخ من زغب يوم الجنعة في الساعة الاولى فأنه قرر بدنا ومن زغب الساعة ثانية فأنه قرر بقر ومن زغب الساعة ثلاثة فأنه قرر كبشا ناله حديث صحيح الحديثة صحيح لا صحيح 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 ثابت صحيح السلام عليكم السلام عليكم على السلام عليكم نعم عندي كلم الشيخ فضلوا نعم السلام عليكم أرجو السلام عليكم في الشيخ نعم تفضل الله يحفظك كيف نحبب ابناءنا في تحفظ كتاب الله عز وجل يعني كم نرسق عليهم ونفعل حتى يرغبونا في حفظ القرآن ولكنهم يفضلون لعب لعب الأولاد في الله ونشيروا عن يحفظ القرآن يعني كيف تحبب ابناءك في كتاب الله نعم أولا تدوى الله لهم بالهداية نعم فلو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين خلوبهم ولكن الله ألف بينهم فالذي سيجعلهم يحبون كتابه والله فعليك بالدعاء أولا ثم بعض المرغبات بعض المرغبات بعض المرغبات فوق طيقتهم في الحفظ فإن هذا يجعلهم يصابون بالملل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نعم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل نعم حكم الإيمان اللي صلي في المسجد وحكاها عنده بعض الأخطاع في الأحكام يعني قدر هذه الأخطاء أخطاء فادحة تخلي بالمعاني أم أمور متحملة لا يشريحة مثلا كفرها هنزة ضمّة فتحة ذاكت يا جديد والله يجعله غيره يا أمكم أفضل لا يوجد أحد في المسجد أنا أقول لك على حسب الأخطاء ما أستطيع أفتغيابي ليس المخبر كالمعين السلام عليكم ليس المخبر كالمعين بارك الله فيكم السلام عليكم عليكم السلام نعم نعم أنا عندي ثلاث أسألة يا شيخ اتفضلي يا أختي أنا لسه مبتدأ في الصلاة هنا وبعدين بس بصلي وبقطع وبصعد ما بصلي بحس أن أنا أدماري مش في الصلاة حاجة تانية يعني أدماري بيبت بقى تايقة أستمر في الصلاة تقطيعك للصلاة قد توعد الله عليه بالويل قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل واد في جهنم على ما جاء في الحديث يسيل إليه صديد أهل النار وعلى القول الآخر في تفسير الويل أنه وعيد بالعذاب الشديد ولا تتحمل هذا ولا ذاك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك حكم سيام يوم الثابت منفرد حل فيه ناهي من الرسول عن رسول صلى الله عليه وسلم عن سيام يوم الثابت منفرد بارك الله فيك بارك الله فيك هناك ناهي لا تصوم السبت إلا فيما افطرد عليكم ليس منفردا فالناهي لفظها كذا لا تصوم السبت إلا فيما افطرد عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا عودا أو لحاء شجرة فليمضغ وليفطر عليه لكن هذا الحديث وإن كان سنده قد يقبل التحسين إلا أن المعارضات له أقوى منه بكثير 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 ولذا قال الإمام أحمد بن حنبا رحمه الله أصول الشريعة تخالفه وقال الإمام مالك رحمه الله هذا حديث كذب وقال أبو داود رحمه الله هذا منسوخ وقال النسائي هذا مضطرب وقال الزهري ما زلت أتقي التحديث به إلى غير ذلك من الأقوال أما عن معارضاته فمنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصمن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبلها ويوما بعدها هذا ستصوم بعده السبت وهذا نفل وكذلك قال أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا سيوافق فعله السبت وأيضا حث الرسول على صيام ست من شوال وبالمداومة ستصوم السبت وهذا نفل وحث على صيام الأيام البيض الثلاثة وهذا نفل وستوافق سبتا فلذا قال العلماء ما قالوه والله أعلم السلام عليكم عليك السلام لا برساعد نعم إذا كشف الله يسلمك نعم والله عليك السلام وياك لا سمحك السلام أنا عندي مشكلة في حياة الله مجال خير يا رب أنا أليزي ما بيصليش الله يهدي بس لا تطعني أكثر من ذلك المهم ودايما يسيب الدين أستغفر الله خلاص كفاية كده وأنصحك خلاص كفاية يا كفاية أنت تشرحيه أنا على كل إن المرأة التي زوجها لا يصلي بغض النظر عن السائلة وصدقها التي لا يصلي زوجها ويسب الدين ونصح ولم يقبل النصح الأفضل لها أن تفارقه والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم أعمي شيخ سامعك تعالكم السلام في السؤال التاني بعد إذنك بس والدتي إياه نفسيها تعبانة جدا وبضعية وداحوها قد انتخالي صحيح سامعك خلي بالك فبعد إذنك كلمتين لها بس بعد إذنك على التنفيزيون يلا كلمتين لأم مش سامع بتقول لي مش فاهم والدتي تعبانة نفسيها تعبانة من بعض الطلاق ما طلعتها أمك زوجتك يعني زوجتك أنت طلقت زوجتك ونفسياتها تعبانة طلقت أنا زوجت أنا مراتي أيوة بعدين من التعبان أمي تعبانة أنا بنت خالي أمك تعبانة زعلانة منه زعلانة جدا وعشين خالي ومرات خالي وخوية وعضيتها خوية وكلا أنت طلقتها ظالما لها أو هي الظالمة لا أنا أصدقا مستحقاتها نعم نعم ممكن تسمع الكلام كانت تعانيدة أصدقا مستحقاتها تتخفيفة شوية إنها تتخفيفة تتشوف تصلي الله يوفقنا وإياكم إذن نقول لأمك نقول لأمك وكان أمر الله قدرا مقدورا فاصبري لقدر الله ومن الذي ألفت إليه النظر أن سورة الطلاق في سماياها وبين آيات الطلاق قد جعل الله لكل شيء قدرا فالعلماء قالوا في هذه الآية وسبب سياقها في وسط آيات الطلاق من أسباب ذلك تذكير المطلق والمطلقة بأن المطلق لن يعيش مع امرأته التي طلقت إلا القدر الذي قدره الله ولن يستمتع بها إلا العدد المرات التي قضى الله له أن يستمتع بها وليس لها نصيب في الرزق عنده إلا بالقدر الذي عاشت فيها والذي قدره الله فحتى يرضى الجميع بالقدر سيقة الآية قد جعل الله لكل شيء قدرا مدة زمنها حددها الله التي تعيشها المرأة مع الرجل والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل كيف حالك شيخانا؟ الحمد لله إني أحبك في الله والله أحبك الله الذي أحببتنا له عندي سؤال ما حكم مس الحائض للمصحف والمكسف المسجد في طاليم القرآن؟ هذه مسائل مكررة كثيرة جدا مس الحائض للمصحف يمنعه الجمهور ويستدلون بقول الله تعالى لا يمسوه إلا المطهرون وبحديث لا يمس القرآن إلا طاهر أما فريق من المحدثين فلا يقبلون هذه الاستدلالات لا أعني يردون القرآن والسنة لا إنما يوجهون الآية فيقولون لا يمسه عائد على اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة وقال بعضهم المطهرون المؤمنون فإن المؤمن لا ينجس وقالوا عن الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر إنه مرسل فلذا جوزوه أعني أهل الحديث أو فئة كبيرة من أهل الحديث فلذا خروجا من هذه الاختلافات تمس المرأة المصحفة بحائل خروجا من الاختلافات أما عن مكس الحائض في المسجد فعلى الغرار السابق أيضا الجمهور يمنعون وفئة من أهل الحديث تجوز ولهذا أدلته ولهذا أدلته فأرى إن كانت لن تلوث المسجد بمكسها فيه فلا بأس وإن كان المسجد سيلوث بمكسها فيه فلا ودل على ذلك أن النبي قال لعيشة أن أولين الخمر من المسجد قالت إني حائط قال إن حيضاتك ليست في يدك فعلى أي التوجيهين إن حيضاتك بيد الله وحيضاتك ليست في اليد نما في الفرج إذا قلنا بالتوجيه الثاني فلا أبرأت بالتلويث والله أعلم والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام أستمر كيف تفضل في الشيخ الحمد لله لو سمحت يا شيخ عزيز أتقل بس في حياتي أنا جوزي حلف عليها بضبط إن أنا لو سلمت على وجوز أخته نحن نكون طالب بس هو حلف اليمين وهو كان متخصمين مع بعض فهم تصلشهم كان هو مسافر ولما جيه مستفر هم تصلشهم وهو رأى عندهم وكده فهو دلوقتي والده عمل عملية وجوز أخته جيه البيت وأنا ما شفتهوش أنا طلعه وجدته هو قدامي فأجبرت اللي أنا نسلم عليه فهل كده اليمين واجع عليه إجعله يكفر كفارة يمين ولا يقع شيء إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام نعم سمعت يا شيخ هل يجوز النبي المقصول والتوفيق يجوز يجوز يعني يعني قصدك على كلمة إلى رحمة الله ولا قصدك يعني أنت يعني أنت تنتقد كلمة إلى رحمة الله لأنك لا تدري إلى رحمة الله وإلى عذاب الله أو تنتقد النداء في المسجد من الأصل إذا كنت تنتقد نداء في المسجد من الأصل فإن عمر ناع النعمان بن مقرن في المسجد فبحسب اختلاف عادات البلاد في النعي أما إذا كنت تقصد إلى رحمة الله هو لا يقولها جزماً لما يقولها تفاؤلاً وإلا لا نستطيع أن نجزب لأحد بأنه من أهل الجنة ومن أهل النار أولاً يقول نسأل الله أن يرحمه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمعت يا شيخ أنا زوجي طلقني مرة طلق صريحة قال لي أنت طالب الله المستعان وبعد فعبت وحق بيت أهلي وكده يعني سفر وكده فسافرت وكده فجيب عبد شهرين وقال له ايه روح رجحها فهو جي إحنا عبل ما يجيدي كنا بنتكلم في التليفون الصالحنا يعني كنا بنتكلم في التليفون بس ما قال ليش أن أنا رجح في الكرة الصالحنا عارو بنتكلم عادي في التليفون وأنا وعن جديت أهلي فهو جي بعد شهرين وقال له روح رجحها وكده فجيه بس ما قال ليه صراحة أن أنا رجعتك بلفظه كده وخلاص وجيت بس أنا لما جيت ده رجعت لا رس رجعتك بعد أربع شهور مش رجعتك بعد شهرين يعني هو دالي بعد شهرين وميت شهرين في سؤال في سؤال يا أختي في سؤال فهو يا شيخي وكده رجعني اسمع الكلام بس اسمع الكلام بس عم في خلال الشهرين في خلال الشهرين حطي كم حيضة كم حيضة كنت كده حيضتين أي يعني رجعك قبل ما تحيض الحيضة الثالثة هو وزه قال له روح رجحها بس ما جاش قال لي أنا رجحتك باللفظ كده ماذا قال ماذا قال ما قال ليش أي حاجة خالص ولا حصل جماع نعم ولا حصل اثمع عشرة لا لا يعني لم يقل لك راجعتك ولم يحصل جماع لا ومرت ثلاث حيضات دون أن يحصل أحد الأمرين اه ايوة ايه وبعد ذلك ماذا حدث وبعد ذلك قعدت شعرين كمان وبعد يعني كده تكملت أربع شهور وبعد كده رجعت بيتي وعادي وتعاملنا عادي بالكلام ده بأله حوالي ممكن ثلاثين أو ايوة يعني رجعك وأنت قد حضت ثلاث حيضات في شهرين الثانين كملت ثلاث حيضات اه ايوة على كل عليكما بتصحيح العقد لأنكم الآن تعيشان في باطن لأنه كان يجب أن يراجعك لأن العد انتهت يراجعك بعقد جديد صداق جديد ولي وشهود وموافقتك هذا الكلام لم يحدث فأنتم معذرون بجهلكم وعليكم الانفصال الآن وإذا أراد أن يراجعك بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود ينتظر الآن حتى تحيض حيضة وتطهر منها تحيض حيضة ويزوجك أبوك أو وليك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمحت يا شيف أنا عايزة أسأل حضرتك فى حاجة أنا دايماً دلوقتي بحلف كتير أو أد بغضب عني يعني مثلاً إيه أحلف على ابن مش هديك الحاجة الفلانية أو من تشاهف المكان الفلاني دهش جداً أنا متدايع مثلاً أتأخر أو أعمل ممكن فى علم فبعاً بعيزة عظم يعني أنت تعقيد أنت بتعقيد اليمين أو لا تعقيد اليمين يعني كلمة على اللسان ولا كلمة أقسم بالله لا أفعلان من القلب لا يعني مثلاً إيه يعني جاب الحاجة ثلاث أخر في السكة فأقول له والله أبين ما انت وكل منها ولا حاجة وهذا بعد شوية يعني عفواً يا أختي اسمعها الكلام بس لغو لغو باللسان ولا من عقد على القلب يعني أنا نيتي ساعة وانا مش دايقة إن أنا مش هتكلم من حاجة دي دلوقتي لا يعني إذا كنت تعقدين اليمين فعليك كفارة إذا كان يعني في كل المنات دي يعني مثلاً منتش رايح في الحيدة الفلانية تبحث الموقف الفلانية منتش تيك الحاجة أنا أستطيع أن أقول عفواً أنت كثيرة الكلام إذا كنت معقد القلب عليك كفارة يمين كلام باللسان لغو ليس عليك كفارة يمين لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان وكعلاج فيما بعد قل والله منت ما أعطيك إن شاء الله أتبعه بكلمة إن شاء الله لكن السابق كما قلت لك أقدت اليمين عليه كفارة ما أقدت ليس عليك كفارة السلام عليكم نعم دلوقتي حضرتك جوزي صغير في السن وحيد منتو عصبي قوي وما بصليش اللي حصل بيني وبينهم إن حصل ثلاث أيمانات طلاق على مرات متفرقة يعني بعيد عن بعض وفي مرتين ردني فيهم على طريق شيخ والمرة التالتة كان طلاق صريح وواضح وغضت فيها وجاب ناس وقال الشيخ قال قدامي حسب النية وانا رجعت بقالي سنة عفوا عفوا كان الطلاق صريح أنت طالق أيوة علشان خاطر كان مشكلة سبب الولاد فقال أنت طالق أنت عايزة ترتاحي أنت طالق بنفس اللفظ الصريح أنت طالق قالها طالق مرات وربعات إذا كانت الثالثة لا تحلي له قالت مرة أي نعم حتى تنكيح يعني وطلقني مرة في تاني سنة جواز والمرة التالتة تانية في تالت سنة والسنة دي آخر مرة يعني كل سنة مرة أنت طالق أو فلما جابي الشيخ الشيخ قال له حسب النية لا 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 كلمة أنت طالق لا تحتاج معها إلى نية هي دل على النية بنفسها كلمة أنت طالق واضحة وصريحة أنت طالق أنت طالق كررها ثلاثة مرات هي نفسها دل على النية السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام رحمة الله لو سمحت يا شير خالي يجوز البيت اللي عدادة أو السنة وانتخرج رح تاخد دروسا خلوة ولا بدون خلوة لا مع مجموعة بنات مجموعة بنات على كل إنجاز مع الكراهة السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعم كان عندي سؤال شيخ في موضوع الصلاة 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 المغرب حضرت في الرقعة الثالثة مع الإمام سأجذت الغرضاتين التانية الثالثة جاهرة مفيش مشكلة الصلاة صحيحة صلاة صحيحة نعم سألت في الأزر زماية اللي يعني في الأزر قال له دي اسمي السلام معقول لا لا أصل القهر القهر والإصرار ليس من الأركان الله يشتر عليك القهر والإصرار ليس من الأركان صحيح السنة أنك تقهر في الأولى والثانية من صلاة المغرب إذا كنت إماما والثالثة تسر لكن إن حصل وأصر شخص أو جار شخص ليس من الأركان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله معك محمد مجدي عم الشيخ تفضل يا محمد اسمك مركب محمد اسمك مركب أموك اسمه مجدي ليس يا عم الشيخ أنا أريد أن أتسألين لكي تحص صحبي أسألك أولا أنت اسمك محمد مجدي مركب أو محمد بن مجدي لا محمد بن مجدي قل محمد بن مجدي تفضل عم الشيخ كان غاية فأنا كنت سؤالين بالنسبة سؤالي الأولين هي كنت نعيد لي آدم ده كنت كنت قاعد بقرأ عليه قرآن فمقرأت عليه قرآن كان بيوه جي عية وأول لما صدق يسكت على ملتاع مرتين وثلاثة واربعة من هو؟ من هو؟ هو تسل صغير في التشهور يعني لما تقرأ القرآن يعيط لما تسكت يسكت؟ آآ آآ إسمه هذا متصل الغير طيب مش مش كلا خفت صوتك شوية يمكن بخاف منك كل حاجة يعني القرآن تنزل معه السكينة يعني يقرأ برفق وبخشوع وضع يادك على رأسه كان يفعل أفعال طيبة ممكن تقرأ بطريقة مزعجة يخاف منك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم مصطفى نعم بصر الله العظيم أجعلك من الفردوس الأعلى حولة الشيخ ولك والسامعين والسامعات بمثل عمي يا رب أنا ديك أتأثي لك حولة الشيخ أنا الحمد لله لبس النقاط فهل يجوز أن أنا أوثي أولادي يعني لما موت أشتري نقاب أبيض يعني بسلع الكفن هل يجوز؟ لا تفعلي حاضر جاذاك الله خير يا شيخ سؤال الثاني يجوز أيضاً يجوز أيضاً الله برك في عمرك كرب سؤال الشيخ أنا يعني بحفظ أخواتي في المسجد الكرآن هم يعني مش متعلمين في المدارس فأنا يعني ما جيت وحفظهم من جزء آآ جزء عامة لقيت صورة النبأ أربعين آية فكتير عليهم فأنا بدأت من يعني من آآ من الصور القصيرة كله والله وأحد وطلعت على فوقه هل يجوز؟ يجوز الله يبارك في عمرك يا رب أسأل الله يجي عليك من أهل فردوس يا خيئ وياكم السلام عليكم خارس تراشي خارس نعم تفضل حافظ الوكن باري أنا دينا أخوين إن شاء الله هحيضوها مكبر على الزواج في الأسبوع الرقمن والآخر يبحث عن الزوجة تروا معنا وبترسيه وحسر القيام الله يصلح ذات بينهم ويسر أمرهم السلام عليكم السلام عليكم يسأل سائل عن التعدد بين الزوجات التعدد الزوجات عن عماد القسم الليل أو النهار لا عماد القسم الليل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحتها فضلت الشيخ ممكن أسأل حضرتك سؤالين السؤال الأول حضرتك إحنا مثلا بروح لعمل الشغل بتاعنا ثلاث أيام وتمضلنا ثلاث أيام بس العمل ماشي ساير في هنا قيدان لابد منهما القيد الأول موافقة المدير المباشر القيد الثاني عدم تعطل مصلحة العمل ومصلحة المسلمين السلام عليكم طيب بعليزنا حضرتك السؤال الثاني ماشي ضل حضرتك أنا كنت منتقبة يعني من فترة بقليل 20 عام وكده من أيامك كلية فجاء اتعارض علي وظيفة أعلى شوية يعني رود بأعلى فمقابل لنا أعلى النقاب فوافقت يعني ما كانش قدام خيار أخي لنا وافق فقلحت النقاب فعلا بس بس أنا الثلوقتي أنا ما حدت الوظيفة ما أنا شئ ما نلتهاشي يعني ما حصلتش على الوظيفة فأنا ندمانة يعني أنا حسب ندم شليل جدا ندمانة يعني أنك رفعت النقاب ولا أن الوظيفة مجالتش لأ ندمانة أن أنا ألحت النقاب طيب البسي تاني أين مشكلة؟ مش هينفع بقى لأن يعني أنت كم عمرك عجوز ولا شابة؟ لا لا ثمانية وثلاثين سنة لا البس النقاب يا أختي ما فيش حاجة اسمها مش هينفع بس يعني اساعدني يعني خدت أن أنا خلاص البس النقاب واتق الله البس النقاب واتق الله السلام عليكم شكرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شكرا أمك وقتك لو رجحت تاخد سبوبتها فهو إيه؟ فهو خد سبوبتها فأقول أنا حلفت عشان إيه؟ إن هي نفضل إيه؟ إن هي أصارت إن أنا نحلف يعني فهل هو يمين وكده واضع ولا؟ يقع عليه كفارة زهار عليه كفارة زهار سيام شاريع متتابعين وأقول أنا مكتش ناوي إن أنا نحلف لكن حلف في نيت إن أنا روبتها يعني كفر كفارة زهار هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون لانقضاء الوقت أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورج وبركة على الإسلام والمسلمين بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين الله والمشاهدات هذا وأهيب بإخواني والأخوات الفضليات أن يجتهدوا ويجتهدنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبلغوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغوا هذا الدين القيم لعموم المسلمين والله يقول وما يفعل من خير فلن يكفروه ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فعليكم أيها الأخوات والأخوات أن تغبروا أقدامكم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ألا فلنكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وحمده فإن الحمد مؤذن بزيادة النعم لأن شكرتم لأزيدنكم وكذا مؤذن بدفع النقم قال تعالى ما يفعل الله بعد بكم إن شكرتم وأنا أنتم سبحانك الله ومع بحمدك أشهد إلا إليه إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون